اهلا بحضراتكم مرة تانية محسن عايزيني تتكلم على منطقب مصر وليتكلمنا على منطقب مصر يعني الأمور ساخنة جدا وعلى ما تستفهم كتير جدا 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 لكن خلينا نتكلم الأول عن مباراة كوريا الجنوبية مباراة ان شاء الله بكرة مباراة مع فريق محترم هل احنا فعلا مستعدين على المستوى الفني وعلى المستوى الزهني والنفسي ان احنا نلعب هذي المباراة ولا على اي مستوى مستجازين ولا على اي مستوى اللي بحصل للمتخب ده طبيعي جدا طبيعي جدا ان يكون النتائج السيئة دي والأداء الهزيل اللي احنا مثلا خسرنا 2-0 من أسيوبا المشكلة مش خسارة خسارة وردها في كورتقانو لكن انت بتخسر بأداء سيئة جدا وبتنجوا من هزيمة كبيرة جون ما تحسبش ليهم او جون طبعا ما الصحيح كرة في العرضة درب الجزاء كان ممكن تحتسب ليهم انت ممكن تطلع من المباراة دي بخماسية نظيفة مثلا على الال ومن تبقاش مفاجئة انت الشطر اولاني تسع كرات للمنتخب الأسيوب على المرمى وانت سفر كرات على المرمى يمكن انا في صحيفة أسيوبية بعد المرشة كتبت نعم انتصرت أسيوبية يعني هم حتى مش بسدقين نفسهم انت بتطلع بالشكل ده يعني بالاداء السيادة ده نتيجة طبعية طبعا للتخبط اللي موجود في اتحاد الكورة لا في مشروع ولا في خطة ولا في اي حاجة هيو الموضوع يلا هات مدرب مصري هات يلا ايهاب جلال يلا كده يعني اللي عاملية ماشية كده يلا ها هب يلا جبني ايهاب جلال ولعب طبعا نتيجة سيئة جدا مش من المرشة أسيوبية من حتى المرشة غينية شوف المرشة احنا اكسبنا ازاي احنا اكسبنا بكورة باي لك خبطت غيرت اتجاهها دخلت وقابليها اصلا كان هما ممكن يسجلوا لولا الرؤانة بتاعت منتخب غينية كانوا يسجلوا كان في سبوك فصال القهرة حتى مش ده مش رأي الفني او مش رأي مثلا خبراء كورة او نقاط ريادين لا شوف رأي الجمهور نفسه الجمهور قطع المباراة يعني المباراة اللي امن سمح باربعين الف متفرج انت ما حضرش الفين تقريبا ولا حاجة زي كده الجمهور ده فمقاطع حتى الجمهور الغيني كان اكتر منك فالقادب اسوأ طالما موجود بالشكل ده القادب اسوأ مباراة كوريا الجنوبية طبعا يوم انتخب كوريا بيلعب معاك عشان هو معاهم غانا في المجموعة بتاعته في كاس العالم في افريقيا بالزبط يعني مصر وغانا الكورة الافريقية تقريبا شبه بعضها فبالنسبة لهم هم عشان كده مش اكتر لكن انت يلا زي ما شفت بقى اعداد مش عارف كم واحد رايح واما حاجة البدل مش المرش مش المرش وما رايحين يرفرجوا على سولي وحاجات كده لكن يبقى بعد كل الاحداث اللي يمكن استخنة في الفترة اللي فاتت يمكن يعني موقف اعتقد موقف جيد جدا ان الكابتن ايهاب جلال افعل على اللعيبة بشكل اكتر من رائع ويمكن نتكلم معهم وقال لهم احنا في مهمة رسمية احنا في مهمة وطنية اللي قدامنا كل الناس بقى تنسى كل الاحاديث وكل اللي فات دوت احنا قدام مهمة وطنية وده شيء مهم جدا واعتقادي كمان فيه سوبورت من اللعيبة للكابتن ايهاب يعني فيه حالة من حالة السوبورت للكابتن ايهاب ممكن جدا هل ده ينعكس بكرة في المباراة نشوف روح دايما النزمة بين قوسين كده بتتكلم من منتخب مصر كانش عنده روح حتى روح العودة للمباراة في مباراة اسيوب هل حنشوف شكل مختلف على مستوى الاداء منتخب المصري بكرة رغم الغيابات الكتيرة شكرا هنتكلم فيها انا وانت مفترض يا كابتن منفترض ان انت النهارده الجاز الفني بقاطة كابتن ايهاب جلال والعيبة كلهم سيئين جدا و مفيش اسوق من كده انت وصلت لقاع يعني انت وصلت لقاع مفيش عندكش اسوق من كده حتى ما جمعتك انت الرابع فيها يعني ما فيش بعد كده انت وصلت الرابع يعني خلي بالك الرابع بس كل الفرق بنفس النقاط لنما نقول الأسماء يبقى عار فانت الرابع فمن وقتك فانت وصلت للقاعة فانت عندك فرصة جات لك مباراوة دي ممكن تقدم فيها مش هقولي النتيجة اعمل اللي عليك اعمل عليك اقدم لي شكل كويس جدا وضع ان عندك خطة ان انت قاري المطش كويس ان انت طلعت فلان ونزلت يعني يبقى فيه فكر واللعابة تعمل عليها ففرصة شهبية كبيرة جدا طبعا الناس مش هتحكم طبعا بالقطع لكن على الا الا لما تقدم شكل كويس طميني طميني انا ان المنتخب ممكن يجي منه لان انت من حصن حظ المنتخب ده او الجهاز الفني ده ان المنتخب ما عندوش ارتبطات قبل سنة قصدي مش ارتبطات ما عندوش ستمبر اقصد ما عندوش رهان كبير قبل سنة يعني انت كل المجموعة بتاعتك الست مرشات اللي هتلعبهم دول اسيوبا رايح جاي غينيا ما عرفش المرش الملاوي يعني كلها مرشات ضعيفة برضو ما احترام يعني فكل دول هيكملوا حتى يمكن بعد كاس العالم لكن الرهان الاول لك كاس الموء افريقية عشرين تلات عشرين بعد سنة في كودوفورد اللي اقدر هان القوي اللي احنا قريدي ان شاء الله متأهلين ما هو يعني المنتخب مصر اكيد هيتأهل ان شاء الله يعني بأي مجموعة لكن انت الفترة دي مطلوب منك الديني يعني حسن يعني مثلا هل دا هل مباراة به